بسم الله الرحمن الرحيم مطلب برحان زوازي قول الممكنات وتركها نكون كله فعلا ممكن يعني جائز لا موازين ولا مصنحين لأنه ما فيه أحد يوزب على ربنا شيء ولا فيه أحد يوزب على ربنا فنكون كله من عرشه إلى فرسهين وجوده جائز وعدم جائز نتكلم عن هذا برحان زوازي فعل الممكنات وتركها وأما برحان قول فعل الإيجاد أو إعدام الممكنات للجاهزات العقلية أو تركها أي ترك إيجادها وعدامها جائزاً عقلياً يصحف العقل وجوده وعدمه في حقه تعالى كل الممكنات وجودها جائز ممعجب أي في حق الله تعالى فلأنه أي الشأن لو وجب عليه شيء أي على الله تعالى شيء منها أي من الممكنات يا أخلاً أي من جهة النظر العقلي محترازاً أما أجبهم سبحان الله تعالى على نفسهم لإيجاد مكنات وإذا أجب أجب على نفسهم إذا الممكنات لكن أخلاً لا يزيب على ذنب الزلال من عبارة صيدين لأنهم لو وجب عليهم أي على الله تعالى سرع منها أي من الممكنات أخلاً أي من جهة النظر العقلي أما أجبهم سبحان الله تعالى على نفسهم من إيجاد مكنات أو إعلامهم على حسب ما أراده تعالى في الأذن فإن هذا الإيجاب غيباً عنه الذي أجب نفسه هذا الإيجاب نحن لا نفهم ليه؟ نفهم نعرف إن ربنا عز وجل لا يزيب عليه لكن هو أجب نفسه إهليس أجبهم هذا غيب يعلموا هو لا في معلومات يعلمها سيدنا المحمد صلى الله عليه وسلم لا يعلمها الأنبياء في معلومة تعلمها الأولياء الأنبياء الأولياء لا يعلمني في معلومة تعلمها الأولياء النبياء لا يعلمني نعم لكل مقام مقام هذا يعني محمر محصة مع الشيخ فلأنهم أي الشأن إذا أتكلم فيه لو أجب عليهم أي أن الله تعالى سيء منها أي من الممكنات أخلهم أي من جهة النظر الأخلي احترازا عما أجبه هو على نفس المدانة احترازا عما أجبه سبحانه وتعالى على نفسهم من إيزاد الممكنات أو أعدامهم على حسب ما أرادوا تعالى في الأزل فإن هذا الإيزاد غيب عنا لا نعلمه إلا بعد نفوذه وظهوره في الإيجاز بما ظهر صدحنا فإن هذا الإيجاب غيباً عنا لا نعلمه إلا بعد نفوذه وظهوره في الإيجاب أو الإعدام وذلك لا يخرج ممكن عن كونه ممكناً بالنظر الأخلي بالنسبة إلى إرادته أراده فأوجده نحن نعلمه على نفسه لا أجبه عليه سبحانه وتعالى شيء منها أقل أم من زيت النظر الأقل احترازاً أما أعجبهم سبحانه وتعالى على نفسي من إيزاد المكينات إيزاد المكينات هو أعجب نفسي وعقل ما إيزاب سيها الله من عز وجل من إيزاد الكائنات أو إعدامها على حسب ما أراده وتعالى في الأزل فإن هذا الإيزاب غيباً عنه لا نعلمه إلا بعد الرفوذ وظهوره في الإيزاد أو الإعدام وذلك لا يخرج ممكن عن كونه ممكناً بالنظر النحو صارت عني فيش أمر إيزاب وجائز إيزاب من جهة جائز من جهة ظاهر إيزاب من جهة وجائز من جهة لو وجب عليه شيء منها أي مكينات أقلاً أمجية النظر الأقل احترازاً أما أجبه سبحانه وتعالى على نفسه من إيزاد المكينات أو إعدامها على حسب ما أراده وتعالى في الأزل فإن هذا الإيزاب غيباً عنه لا نعلمه إلا بعد الرفوذ وظهوره في الإيزاد أو الإعدام وذلك لا يخرج الممكن عن كونه ممكناً بالنظر العقلي الشيء الذي أعزبه هو نفسه لكن من حيث النظر ممكن ممكناً مو أعزب عليه شيء ذلك لكن نحن أبننا من فيه نعم أنه أعزبه هو عن نفسه زل زلاني ما أخضر رسيع فأما برحان قوني فعل ممكنات أو تركها جائزاً في حقه تعالى فلأنه لغزب عليه شيء منها أي الممكنات أقلاً أم استحاله فلأنه لغزب عليه شيء منها فباستحاله أقلاً احترازاً أقلاً 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 من إيزاد الممكنات أقلاً على حسب ما أراده والدعالى بالأزر فأن هذا الإيزاب غيباً لا نعلمهم إلا بعد نفوذهم وظهورهم في الإيزاد والأزام وذلك لا يخلز الممكن عن كونه ممكناً بالنظر الأخر نظر الأخر ممكن بالنسبة إلى ذاته فأن الإيزاب جاءه من جهة غيره فباستحاله تعالى شيء منها أقلاً أي بالنظر الأخر احترازاً أما لم تتعلق به الخدرة الأزرية من الممكنات لعدم تعلق الإرادة الأزرية به فأنه مستحيل ولكن بالنظر إلى عدم التعلق المذكور لا أقلم لننقلم أي تحول سبباً الشيء الممكن أي لجائز واجباً أو مستحيناً وذلك إنقلاب ممكن واجباً أو مستحيناً أمر مستحيل لا يوقع فصلا الله أعلى سيدنا محمد النذير والصحر والسلام والسلام رب العالم على نهاية التعطيقات إضافيا للسلام